بطول نحو 14 كم قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد خط مياه استيطاني بين مستوطنتين روتم وبكاوت في الأغوار الشمالية المشروع الذي تنفذه شركة مكاروت الإسرائيلية التي تستحوذ على كل قطرة ماء سطحية وجوفية سيعمل على زيادة الرقعة الزراعية التابعة للمستوطنات في المنطقة أمام مخطط مضاعفة أعداد المستوطنين في الأغوار استولت شركة مكاروت الإسرائيلية على أكثر من حوالي 27 نبعة الآن أقام الاحتلال أكثر من 26 بير للمياه في مناطق مختلفة من الأغوار ينوي الآن طبعا كما نوى بكامة بير للمياه في منطقة كردلا يريد أن يسحب مياه من هذا البير إلى أراضي فلسطينية من أجل استفادة منها للمستوطنين ويستهدف مشروع خط المياه السيطرة على مساحات زراعية كبيرة في تجمعات الفارسية وعين الحلوى ومكحول وصولا إلى سهل بقيع الشرقي الأمر الذي يعني تقليص الأراضي الزراعية الفلسطينية وتعني السيطرة على المياه أن تموت المزروعات عطشا كما الإنسان في إطار المضايقات التي يتعرض لها الفلسطينيون جميع خطوط المياه الجوفية حتى أبار المياه الجوفية موجودة في الأراضي الفلسطينية في الأراضي المملوكة في ملكية الطابو طبعا بتمرق وبتعبر من بين التجمعات البدوية الفلسطينية لموجودة كبل الاحتلال الإسرائيلي وبتزود المستوطنات في المياه في المقابل حرمان الفلسطينيين من أي حق في ثرواتهم الطبيعية الموجودة في هذه المنطقة لصالح المستوطنين ولصالح زيادة عدد المستوطنين وزيادة مشاريعهم واستثماراتهم في هذه المناطق وتبلغ حصة المواطن الفلسطيني في التجمعات البدوية من المياه عشرين لترا فيما تصل حصة المستوطني أربعمائة لترا أي عشرين ضعف ما يحصل عليه الفلسطيني المخطط الإسرائيلي لا يهدف لتزويد مستوطنات الأغوار بالمياه فحسب بل يعزز السيطرة على الأراضي الفلسطينية ويحرم التجمعات البدوية من مواردها الطبيعية لدفع سكانها على الرحيل خالد بدير قناة الغد الأغوار الشمالية الفلسطينية اشتركوا في القناة